كان وزير والخارجية سامح شكري قد استهل مقابلاتي في نيويورك بلقاء سفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول ملف في سد النهضة هذا وأكد شكري خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف بضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين وأخذ بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن وثمن وزير والخارجية الدعم الكبير الذي تقدم تونس للموقف المصري في هذا الملف